اهلا وسهلا ومرحبا كديرين البنات لبس عليكم هانين صحيح على بس تمنى تكونوا بخير على خير ولقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن احوال كيما كتشوفوا البنات جيت معاكم اخيرا درت المونتاج للشباكية ديالي بحراط فاتع لي الشمعة تقرب العيد عادة انا يبديت كندير في المونتاج للشباكية موهما البنات كنت درتها قبل من رمضان ولكن متحت لي الفرصة باش ندير لي المونتاج ونشاركها معاكم وبما انها غير الفيديوهات معمري اللي ايهنا ايه تليفون قلت اه را ندير لي المونتاج ننزلهم في القناة وهكا البنات يستافدوا منهم اللي حبت مثلا تدير طريقة باش ندير انا الشباكية مرحبا على الرأس والعين ننزلوها تاهية موهما البنات اي حاجة نحطوها في القناة لحسب الوقت ديالنا يعني ما نقدرش ندير المونتاج يعني في نفس الوقت موهما البنات غادي نشارك معاكم الشباكية اللي بحرط فاطع ليا الشمعات شي نغادي نقول لكم والبنات موهما البنات نتمنى لنا الفيديو الاعجاب ديالكم ونتمنى الفيديو يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال واكيد البنات رقمك توجدوا ان شاء الله العيد الصغير عفوا الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة وتقبل منا ومنكم صدي ربي ان شاء الله هذا رمضان الله يجعله ان شاء الله في ميزان حسناتنا ونكونوا ان شاء الله من العتقاء من النار وبنى ما نبقى نبلبل عليكم والبنات ونطول عليكم في الهضرة مهم غندي ندوزوا مباشرة المقادير والطريقة لتحضير ديلة الشباكية ديالي المتأخرة مهم البنات كيما كتشوفوا هنا عندي جوج كيلو ونصف ديال الدقيق قدرت عليهم واحد الرشة ديال الملح والدقيق طبعا راني غربلتو اول تغربيله وهذي نعاود نغرب العود ثاني غندي نضيف عليها هناي القرفة كيما كتشوفوا غضي نضيفو كيما كدليكم ثلاثة المعالق ديال القرفة وانا كنغربل وغضي نضيف عليهم هنايا نافع اللي طحنتو تقريبا انته واحد ثلاثة المعالق هكاك وغضي نضيف عليه محبة حلاوته هي واحد ثلاثة المعالق اولى جوجة المعالق ونص يعني اللي بغي يبشيع لحزة بالكيلو وكيما كتشوفو هنالبنات را عندي هنالزنجلان اللي طحنتو مزيان كيما كتشوفو ولكي الفيديو انتصحبو كيسجل هو توقف موهما البنات سقدر جوج كيلو نص ديال دقيق كنقان مشي على هذك المقدار بالكاس كندير جوج كيسان ونص ديالزنجلان وتندير جوج كيسان ونص ديال اللوزة هو ليش ديتو طحنتو بالقشور ديالو طحنتو مزيان موهما البنات ضروري يكون يكونوا نواشف بحالك وكلهم مطحون مزيان وغضي نشدوهم كلهم وغضي نجانسوهم كيما كتشوفو بحالك بطريقة ونعاودو نغربلوهم البنات اللي عندو الغربال يعاود يدوزهم الغربال هكا باش إلا كان شي حاجه إلا كان شي حاجه هكا قاسحة ولا ما مطحوناش مزيان تحيد باش ما تخسرش لكم العجينة موهما غدي نستمر هكا نحاول نزرب الفيديو باش ميجيكم مش طويل وغدي نمشي معاكم خطوة بخطوة كيما كندير وكيما كتشوفو البنات انا هنا يجبت هذيك الصفايا وقعد كنغربل فيهم يعني قاع هذو كل نوع شي في لي ضفت وغدي نغربلهم كلهم وغدي رجع معاكم البنات كيما كتشوفو اللوز وجنجلان رام كيبانوتا هما كيتغربلو وميمن هنا البنات كيما تشوفو مني كملت غدي نضيف دابة الزيت غدي نضيف جوش كيسان ونص ديال الزيت كيما كتشوفو الكاس هنا البنات اصرا كي كي عاد الكاس ديال العنبة غدي نضيف جوش كيسان ونص كيما كتلكم ديال الزيت زيت نباتية وغدي نضيف عليها جوش كيسان ونص ديال الزبدة المدابة اللي كنحيدو منها كنصفو منها هذك الحليب كيسان البنات ميكونوش عامرين بزاف يكونوا يعني واحد شوية ميكونوش عامرين مهم غدي نبدأ نجمع وعادة غدي نضيف النص في الاخير تعال الزبدة غدي نحاول غدي نرمل هاد النواشف مع الزيت والزبدة على هاد الشكل اه يا ليلة وصلت على نبي تذكر الله وانت ماشي اه يا ليلة وصلت على نبي ولا تلهيك السلام اه يا ليلة وصلت على نبي اه يا ليلة وصلت على نبي من بعد مجمعت النواشف مع الزيت والزبدة البنات جوش كيسان ونص ديال الزبدة غدي ندوز دابة غدي نخطو حت الكاثرول وغدي نضيف ليها واحد جوش كيسان ونص ديال مظهر كما تشوفوا الكاس الليول والنصف وغدي نضيف الكاس الثاني ديال مظهر كيما تشوفوا وعاد غدي نضوز نضيف عليهم واحد الكاس ونص ديال الخل الخل البنات هو اللي كيجيب هارطبة وهي الشيشة كيجي رائعة كما تشوفوا كاس ونص وبالنسبة لكيسانة البنات راكت ليكم ميكونش مملوء حتى الفوق يعني يكون غير واحد شوية ميكونش عامر ووصفوا وغدي نضيف عليهم واحد الملوين سطناعي ولا دامة ولا الملوين ديال الدامة او لزعفران الحرقي لكين نضيفوا شو عيرات ومن بعد تصفيوهم خانو متوفروش عندي وضف صغير الملوين سطناعي وغدي نخليهم حتى يسخنهم زيان وكيما كتشوفوا هنا البنات غدي نضير واحد راس مع القادي الخميرة ديال العجينة وغدي نضيف عليها واحد الواحد وعشرين جرام هكاك ديال الخاملات الحلوية كيما كتشوفوا واحدة عندي فيها خمستاشر جرام والتانية قدرت غير نصف ديالها تقريبا المجموع واحد تقريبا واحد العشرين واحد وعشرين جرام هكاك ديال الخميرة وغدي نحاول نجمع هدوك نواشف عود ثاني هكا غدي نضيف عليهم جوج ديال اصفر ديال البيض وغدي نضيف عليهم هدك الخل مع المزهر اللي صخنتهم وغدي نبدأ نجمع في العاجين وبالعاجين البنات راح بالزربة كي يتجمع ما كي ياخدش معاكم الوقت وما كتلقاوش صعوبة انكم تبقاو دل كوها ولا شنو وما تخافوش من العاجين يعني وخي يجيكم تقطع ولا شنو ولا كرا كي يجي رائع ويبغا تشوفوا معايا الناتجة النهائية في الاخير غير تبعوا التفاصيل البنات وغدي تجي معاكم غاد الوصفة غدي تجيرها اعامو ويما البنات ان هاد الفيديو وخدا براها العيد على الابواب ورمدان خرج يعني ماشي وقت شباكية ولكن غاد نخليها كباش البنات اللي غيستفدوا منها ان شاء الله يلا بقينا حيين في الحياة العام الجاي ان شاء الله اللي بغا يرجع ليها يلقاها في القناة علاش اللو نشارك معاكم ان شاء الله الشباكية الجاية يلا بقينا ان شاء الله في الحياة كما كتشوفوا البنات هنايا غاد نبدأ ونجمعوا في العجين على هاتطاريقة وجوج كيلو ونصره ما ساهلين شباش يتجمعوا موهم غاد نشارك معاكم واحد المقتطافات مو مره بالزربة كتجمع البنات غاد نحاول نبقى معاك فيها هكا حتى يدخلوا العناصر كلهم في بعضياتهم وتجمع لنا العجين وغاد نرجع معاكم والبنات موهم خليكم مع تاتيم ما دي الفيديو اشتركوا في القناة 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 من بعد البنات ما تجمع لي العجن كما كتشوفو غادي ندوز دابا غادي نشكلو على كوريات مهم البنات غادي نستمر هكا غادي نشكلهم على كوريات مني غادي نكمل قاع العجن غادي نغطيهم بواحد البلاستيك وعادي غادي نجيو عو تاني مع التاتيمة دي الفيديو كيفاش غادي ندير من بعد ما نشكلوهم كوريات غادي ندوزو باش نديرو ليم طريقة دي المربعات على شكل مسيمنات باش هكا شوية كيجيو مورقين كيجي شباكيا مورقة وكيجي شاربها العسل وكيما كتشوفو البنات كنتعامل مع العجين لانه رطب كنحاول نجمع هذوك التشققات اللي كيبقاوا فيه ما تخافوش منهم العجينة ركتكون طاعة معاكم غادي نغطيهم بالبلاستيك البنات وغادي نجي دابا باش نبدو نشكلهم على شكل مسيم بنات مهم غادي نورقهم هكا غادي نسرحهم وغادي نربعهم على شكل دي المسمين اللي مربع هنطوي الجيهة اللولى ونعود نرجع لها الجيهة الثانية وغادي نربعهم على هذ الشكل دي المسمين وغادي نديرهم في البلاستيك ونخليهم يرتاحوا ولعجينة البنات را يمكن لكم تخدموا به مباشرة يعني ما يحتاج تبقى وتسناولا كنتم زروبين ما تخافوش من البنات وخاك تقطع وخاك تشوفوا هذو التشقوقات ولكن را كتجيه رائعة وما ضاق ما نعودش لكم كي يجي من ذاك الشيه وغادي نستمر البنات حتى نكمل قاع الكمية دي الكوريات اللي عندي وغادي ارجع معاكم ان شاء الله خليكم مع الفيديو وان شاء الله نطلقوا باش نكملوا طريقة دي التشباك والطريقة دي التقطيع دي الشباكية طبعا البنات را كل شي يدوي مكين لالات لاتشي حاجة طريقة تقليدية وغادي نحتافض بهم هكا فهد الاكياس باش ما يتقشروش باش ما يقساحوش العجين وغادي نخليهم على الجانب وغادي نبدأ ودابا بسم الله على بركتي الله باول مسيمنا باول مربع غادي نصرحوه واحد شوية غادي نصرحو العجينة البنات هكا وغادي نقسموه على جوج باش يسهل عليها عفوا في الدلك ديالو في تصريح وغادي نصرحوه مزيان لعندو الماكينة البنات يصرح بيها ضروري البنات جوج كيلو نصرح كيبغي اليد يعني كيبغي اللي يا اما تكوني سريعة يا اما يكونش حد لي عاونك هكا فيها يعني راب الزاف ما تقدروش عليها بوحدكم شي شوية صعيبة خصوصا لكنتو غادي تديروا الخدمة كلها يدوية يعني ما غاديش تكون معاكم شي اهلة ولا شي حاجة لي تساعدكم في تقطيع هكا من الافضل يكونش حد لي ساعدكم انا شوية لقيت شوية ديالتامارة ضربتامارة فتشباكية ولكن على الاقل درنا شي حاجة بعدها شعبية الوليدات فرحنا بيها يعني رمضان بلا شباكية يعني ومشي ضروري نستقبلوه بالحلويات بشي حاجة يعني اللي صنع بيت في البيت يعني كتكون تتعطي طعم للشهر الكريم وكما كتشوفوا البنات غادي نقطع هكا لاجو الشرائط وغادي نحيط هذوك الجوانب اللي زايدين وغادي ندير خمسة الشرطات من الوسط غادي نقطع على خمسة وعادة غادي نفصل بلاتة ربعة خمسة وعادة غادي نقطع واحدة الجوانب بلاتة ربعة خمسة وعادة غادي نقطع كيلي كيدير ربعة كيلي كيدير ستة حاسب انا كندير خمسة وكنقطع موهم غادي نقطع هكا وعادة غادي نجيو لطريقة كيفاش غادي نشبكوهم سبق اليو شاركتها معاكم العام اللي يفات في القناة ولكن عقبت حدفت الفيديو غادي نعاود نشرحها لكم اكتر سهلة وكا على البنات تقريبا ولو كيعتامدوها وكتجي رائعة خصوصا في هاد الطريق في هاد المقادير اللي درت كتجي تشبيكة زوينة ما كتجي لمعجنة لاتشي حاجة كيما كتشوفوا البنات غادي نهزجو الشرائط اللولين غادي نقلبوهم على الوسطانيين وغادي نقلبو الوسطانيين على الثاني الفوق وغادي نجمعوهم هاكا هاد الجوانب وغادي نحاولو نشكلوها على هاد الشكل سهلة جدا غادي نشرح معاكم اكتر في الثانية شوفوا البنات كي تجي رائعة ها انتوما جوج البنات جوج شرائط اللولين غادي نديرهم فوق الجوج الوسطانيين وهادوك الجوج الاخيرين غادي نديروهم التحت في الطبلة وغادي نطوي عليها وكيما كتشوفوا غادي نعلى هاد الشكل كنشدو هادوك الجوج ديال الرؤوس اللي كي يبقى وتمك غادي نزديوه هاكا وغادي نديرو ذيك الفتحة من الوسط وغادي نقلبوها وغادي نجمعو الجوانب هاكا سهلا البنات عندنا ستة الأشريطة جوج اللولين فوق الجوج الوسطانيين بادي جوج اللولين فوق الجوج الوسطانيين وهد الجيهة اللي بقات الفوق غادي نهبطوها التحت شوفوا كيفاش غا نقلب ديبولات التحت وغادي نجيب عليها هادوك الربعة فوق منها ولا غادي نجيبها هي فوق منه هاكا وصافي وغادي نفتحو هاديك الشريط من الوسط وغادي نهزو هاد الجوانب غادي نجمعوهم ضغطو عليهم زيان باش ما يتفتحوش وغادي نشدو هادوك الجوانب اللي ضغطنا عليهم ونخرجوهم من وسط هادوك الفوتحة اللي بقات الوسط وصافي وغادي نجمعوه والعجينة الرطبة كتجي مع بالزربة كتجي رطبة وطايعا كتجي رائع وخليكم البنات مع التاتيمة وتشوفوا الطريقة ونحاول نتمنى نكون وصلت لكم الطريقة صحيحة وتجيكم سهلا ان شاء الله في المرة الجاية فالمدان الجاية لبقى العمر وغادي ندير وغادي ننزل فيديو لطريقة بوحدها باش تفهموها اكتر ولكن شي جوانب هكا زايدين نحاول نقطعوهم وغادي نستمر بحركة حتى نكمل قاع الكمية وغادي نخليها لبنات غادي نستفهم في شلاطات ولا في طاولة ونخليهم ارتاح ويعني قدم ارتاحة العجين ديال الشباكية قدمها في القلي كتجي زوينة وما كتفك ما كتخسر موال وكتبقى واخد الشكل ديالها وما كتتعجن ما تشي حاجة يعني على الاقل خليوها ثلاثة تسوايع اربعة تسوايع قدم اخليسوا العجين بحالة كي يرتاح قدمها كي نشفو كي يجي رائع في القلي ما كتلقاوش معه مشكيل وغادي نستمر حتى نكمل قاع العجين على خاطري ونرتاح وعادة غادي نبدأ نقلي فيهم ونديرهم في العسن نطفيهم وغادي نرجعو ان شاء الله مع التاتيمة ديالفيديو ومن بعد خليكم دابا تابعو التاتيمة ونطلقاو ان شاء الله بعد قليل ومن بعد البنات ماداس واحد المودة كملت شباك ديال الكيمية كلها وخليتهم ارتاحو ودابا اخديت الزيت سخنته وعاود نقص عليه غادي نقص عليه غادي نقص عليه دابا هو النار مرتفعة من بعد البنات غادي نقصها غادي نخلي نار مهيلة وغادي نخليهم اتقلوا على خاطر خاطرهم ولكن من نمي وخال النار مرتفعة يعني الزيت راه مسخونش بزيف 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 أنه ولي دير دهك الدخان وعرفوا راه لليحته الشباكية راه غادي نتحرق معاكم ديك الساعانيس يعني غير تشعله علي بده يسخن وصافيه ونزله الشباكية ونقصها وكيما كتشوفوا البنات هنا راه غادي غير مزر بالفيديو كيبان مزروب ولا كي ركله بشوية بشوية وغادي نخليهم دابرا النار مقصتها وغادي نخليهم على خاطرهم يتحمروا و ستشوفوا البنات الطريقة كيفاش يجي يعني قدمها كانت زيت كتير قدمها الشبكية كتعوم فيه يعني كتجي رائعة كتبقى تحمر كتاخد لون واحد موحد و كتشوفوا و بعد ما عاد مقلبوها من بعد باش تاخد نفس اللون من جهة دي الوجه كي ما كتشوفوا البنات ركا تبقى شادة الفورما ديالها كي ما كتشوفوا هنا الفيديو راني عفون زيت راني ناقصة عليه البوطة و خليتم تحمروا على خاطرهم توحد للون ديالهم و طابوا غادي ندوز دبان طفيهم في العسل و الطريقة سهلة كل شي تقريبا كيعرفها يعني من بعد القلي كتطفوهم في العسل و كتزينوهم على حسب يعني اللي بغي يضيف عليهم جنجلان اللي بغي يضيف عليهم رقائق اللوز اللي بغي يخليهم غير هكك كل واحد و طريقة دياله اللي كيفضل و كنطفيهم في العسل للبنات و نحاول انا شنو كندير كنقلي القليل اللولة و كنقص البوطة ولا نطفيها و كنخليهم في العسل حتى كيشربهم زيان على خاطرها و كنمشي ندير شي شقياء ولا ندير شي حاجة و عاد كنرجع على الثاني اما نشعل على الزيت اما نجهد شوية البوطة يعقب يسخن و عاد كندير القليل الثاني حتى كتكون اللولة شربات العسل على خاطرها يعني ماشي كنزرب يعني بالزربة نحايد هادي و ندير الأخرى كنقاب شوي يعني حتى كيشربوا العسل مزيان و هذا هو الشكل دياله ممكن ما كتشوفوا نتمنى لفيديونا الاعجاب ديالكم و نتمنى تجربوا هالطريقة و هاد المقادر و نتمنى تخلوا لي الاراء ديالكم في تعليقات ما لكن من بعد العام جاي ان شاء الله و اللي بقى مش هي الشباكية علاش اللي يديرها حاليا يعني اي حاجة يعني ما شي ضروري ناكلوها غير في واحد الوقت معين و خصوصا الناس اللي في الغربة يعني راح ناكن شهاود شي مرة مرة نديرو علاش الله اما في المغرب ما شاء الله رافين ما خرجوا للشارع را كتلقوا شباكية كتلقوا اي حاجة بغيتوها مهم بصحتكم و راحتكم و نتمنى الفيديونا الاعجاب ديالكم و نتمنى الفيديو يكون خفيف ضريف عليكم و نتمنى نكون فت البنات بشي حاجة في هذا الفيديو و عيدكم مبارك سعيد و بسلام عليكم البنات تلقى ان شاء الله في فيديو جديد الى اللقاء مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيء الحال قد غفت وإليك اشتقنا و انتهى بعدك صار بصار مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيء الحال قد غفت وإليك اشتقنا و انتهى بعدك صار بصار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة